كرة القدم بالفوز الكبير خمسة ثلاثة على نادي الزمالك أول مبارح الحقيقة كلنا كنا فرحانين وكلنا كنا يعني حتى الآن يعني 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 السعادة تغمر كل جنبات النادي الأهل وجمهوره أيضا بس الحقيقة أنا مش أتكلم عن فنيات لأن طبعا كبتلنا وأسات زيتنا تكلموا عن الفنيات ويعني إحنا في الأول آخر إحنا جمهور للنادي الأهل بس أنا عايز أتكلم على مشهد معين المشهد ده يعني لفت انتباهي وأكيد لفت انتباهي الكثيرين وهو بالرغم من الفوز الكبير والعريض اللي حققه النادي الأهلي ولكن لم نجد أي تجاوز من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري بالعكس تركيز ولعب وبالرغم من تعرض اللاعبين لبعض العنف في النهاية شفنا الفاول اللي كان مع أفشة وغيره وغيره يعني لم نجد من لعبة النادي الأهلي غير كل التزام وهو ده الفارق الكبير اللي محققه النادي الأهلي واللي مخلينا سابقين بسنين كبيرة جدا بالرغم ان فيه أوقات ممكن يكون النادي الأهلي مش طرف وممكن يكون النادي الأهلي مش موجود وأترك لحضراتكم المقارنة ولكن النادي الأهلي أول مبارح بالرغم من الفوز ده والفرحة الكبيرة والتقلق والأداء وكل شيء حاجة جميلة جدا ما شفتش مشهد واحد للخروج عن النص وهو ده النادي الأهلي في المكسب هتلاقي كده وعلى فكرة وفي الخصارة برضو كده وده شخصية البطل ان انت سواء في مكسبك أو في خصارتك انت ملتزم بقيم ومبادئ ما تعلمتها جوه النادي الأهلي وخلينا اقول لكم حاجة النادي الأهلي لو لأ اي تجاوز بيحصل دايما النادي الأهلي هو اللي بيقف ما بيستناش حد يقول حاجة النادي الأهلي بيحسب نفسه قبل ما حد يحسبه النادي الأهلي نادي كبير النادي الأهلي يعني الحقيقة يعني مش عايزة ومش عايزة تكلم في الكرة بس بتكلم على سلوكيات وانضباط وأخلاق النادي الأهلي دي اللي مخليها النادي الأهلي سنين قدام ومش بس في كرة القدم في كل الألعاب اللي احنا برنامجنا هنا بنغطيها برضو نفس الالتزام في المكسب أو الخسارة أي خلوج عن نص مرفوض 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 ويعني في النادي الأهلي من نفسه بتلاقي فيه موقف وفيه انضباط وفيه لأن في كل حتة فيه الثواب والعقاب ولكن نادي الأهلي كان طبلو جميل جدا مباراة أول مبارح التزام أداء حاجة مشرفة جدا جدا المطش ده هيفضل محفوظ في ذاكرتنا سنين طويلة ولكن نادي الأهلي يعني قفل صفحة المباراة نادي الأهلي بيعترف بالبطولات احنا غير الآخرين الآخرين ممكن يحتفلوا بلعبة كويسة بمباراة بهدف ولكن نادي الأهلي لا يحتفل ويوالغ في الاحتلال ما بيبلغش يعني يحتفل بجد إلا لما بياخد بطولة الدوري لسه في بدايته لسه مشوار طويل لعبتنا مركزة إن شاء الله عندنا مباراة جاية في الدوري مباراة في أفريقيا نطلع من مباراة المباراة ولكن الفرحة الكبيرة بتبقى مع الحصول على بطولة أو أي بطولة بناخدها هو ده الفرق بالنادي الأهلي ما بنفرحش يعني ممكن الناس كلها تقعد في كعب أو الكرة اللي رفعها السلية دي ممكن نقعد فيها سنين ولكن بسطنا وفرحنا وكل حاجة ولكن البطولة البطولة هي يعني اللعيبة كلها يعنيها على البطولة يا رب إن شاء الله أنا تمنى كل التوفيق وزي ما قلت لحضراتكم إحنا في الأول والآخر إحنا جمهور درجة تالتة لكرة القدم مع شوق الجماهير دي في البداية حبيتك